السلام عليكم هذا الفيديو مهم جداً لكل شخص ناوي يشتري بلاي ستيشن 5 بنعلمكم بثلاث طرق سهلة كيف تقولون الداتا حقتكم وأيضاً الألعاب من جهاز بلاي ستيشن 4 إلى جهاز بلاي ستيشن 5 الطريقة الأولى جداً سهلة بمجرد أنك تسوي تسجيل دخول إلى جهاز بلاي ستيشن 5 حقك في حسابك كل عليك تسوي أنك تروح إلى مكتبة ألعابك ورح تلقى هناك كل ألعاب اللي شريتها مسبقاً عن طريق الدجتال في سوق اللاي ستيشن 4 يعني كل الألعاب بلاي ستيشن 4 عندك هنا موجودة بس تضغط تحميل لها أي لعبة مثلاً تضغط تحميل وتكون عندك في المكتبة طبعاً هذه الطريقة ستجعلك تحمل اللعبة فقط مغير ملف الحفظ حقك ملف الحفظ سنتحدث عنها بعد الطريقة الثالية مخصصة للناس اللي عندهم هاردسك خاص خارجي حط فيها ألعاب بلاي ستيشن 4 كالعليك تسوي أنك تشيل هاردسك هذا وتشبكه في جهاز بلاي ستيشن 5 وخلاص بعدها تروح عند التخزين ورح ترقون التخزين الموسع الألعاب والتطبيقات ورح ترقون كل الألعاب اللي كنتم شرتوها على جهاز بلاي ستيشن 4 وخزنتوها على هاردسك خارجي ترقون هنا مخزنة وجاهزة وجاهزة لللعب يعني بس تغطون يبدأ اللعب يبدأ اللعب بكل بفلسطة الطريقة الأخيرة هذي رح تخليك تنقل ألعابك وملفاتك الحفظ وكل شيء من جهاز بلاي ستيشن 4 إلى جهاز بلاي ستيشن 5 أول شيء ستفعل أنك تدخل على حسابك في جهاز بلاي ستيشن 4 حقك الموجود تدخل عليه تفعل تسجيل دخول وبعدين تفعل أبديت إلى الجهاز تحديث إلى آخر نسخة موجودة وبعدين تجيب سلك شبكة نتورك تشبك في جهاز بلاي ستيشن 4 من وراء وتأخذ السلك هذا نفسه وتشبك في جهاز بلاي ستيشن 5 من وراء أيضا يعني تشبك السلك من هنا إلى هنا بعدين نروح الجهاز بلاي ستيشن 5 ونرح عند العددات وبعدين نروح عند الجهاز وبعدين نروح عند نقل البيانات وبنختار متابعة هنا بيقولك أنك تتأكد من تشغيل جهاز بلاي ستيشن 4 واتصال كلا من جهاز بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 5 بالشبكة نفسها عشان كذا أنا اللي سويتها شبكة سلك شبكة من جهاز بلاي ستيشن 4 إلى جهاز بلاي ستيشن 5 عشان يكون النقل جدا سي malaria بينهم تقدرون أيضا لو تشبكون بلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 في نفس الشبكة اللي علاقة الواي فاي في بيتكم أنها تنتقل بينهم البيانات لكن هذه الطريقة أسرع وأحسن والحين نختار متابعة والذي بيصير أنه يدور على جهاز بلاي ستيشن 4 اللي موجود عندي عن طريق الشبكة لكن أنا لدي شبكهم بسلك على طول بيلقاء من غير أي مشاكل هذا هو لقاء فإحنا يقول لي إيش يكتب العثور على الجهاز بلاي ستيشن 4 يقول لك هنا أخلي وقت المحدد أضغط على زر الطاقة في جهاز بلاي ستيشن 4 لمدة ثالية وحدة إلى أن يصدر نغمة تنبيه وهنا يعطيك وقت طبعا فهذا ريسشن 4 حقي ياسمه فاللي يسوي أنه هنا عندي زر التشغيل أعلق عليه أعطني النغمة واخرت يدي أيوة التجيز نقل بينها تحين خلاص أخلي وبعد أن تطلع القائمة هذي يخليك تختار الألعاب اللي تريد تنقلها إلى جهازك الجديد بكل بساطة تعلم عليهم مثلا أنا بانقل ياكوزا ونقل كراش الألعاب الثالية موجودة هنا كولف دوتي أو ثروات أو لاستو بساطة أي شيئا ما رح تنتقل لأنا لم أخترتها وحاجة جدا مهمة لما أختار أنقل ياكوزا واختار أنقل كراش رح ينقل اللعبة وكل الملفات الخاصة فيها معنى رح ينقل ملف السيف الحفظ الخاص فيه أيضا نختار التالي ونختار بدء النقل هنا يقول لك وقت المقدر دقيقة واحدة سريع الله هذا يجهز نفسه لنقل البيانات ليس هذا النقل الفعلي لبيانات ستجهز نفسه اللي صار معي هنا أن جهاز بلاي سيشن فور يصور ستارت حسنا تبدأ عملية تنقل البيانات وحين رح يعيد تشغيل جهاز بلاي ستاشن فايف وحين رجعنا بلاي ستاشن فايف نصور ستارت ورجع شغل نفسه حط سينين نروح مكتبة الألعاب وخلنا شوف هل فعلا نقل ياكوزا ونقل كراش نعم هذه كراش وهذه الألعاب ياكوزا نقلهم وبهذا الطريقة تكون لقلتم اللعبة حقتكم وأيضا ملف الحفظ وإذا حبيت تنقل ملفات الحفظ حقتك من جهاز بلاي سيشن فور إلى جهاز بلاي سيشن فايف لازم أول شيء يكون عندك اشتراك بلاس مفاعل بعدين تروح عند العدادات وبعدين تختار إدارة البيانات المحفوظة للتطبيق بعدين تختار البيانات المحفوظة في مساحة تخزين النظام وهنا تختار تحميل إلى مساحة التخزين عبر الانترنت تضغط عليها بعدين هنا راح يوريك كل العاب الموجودة عندك المسيبة نختار كراش بعدين تختار تحديد الكل أو تختار الملف التي تتسوي تختار بعدين تحميل هنا ويبدأ يحمل لك إياها ملف الحفظ إلى السابر عندهم في البلاي سيشن بلاس في الكلاد خلص الحين نقل الملف كل عليك تسوي الحين أنك تنتقل إلى جهاز البلاي سيشن فايف والحين نفس الشيء نروح عند العدادات وبعدين نروح عند البلايات المحفوظة وعددات ألعاب التطبيقات ونختار البلايات المحفوظة في البلاي سيشن فور ونختار التخزين السحابي بعدين نختار تنزيل إلى تخزين الجهاز نضغط عليه وهنا مفوض نلقى لعبة كراش هذا هو ملف الحفظ حقنا نختار تنزيل نعم نعم نحن نزل لي الملف الحفظ في جهاز البلاي سيشن فور وحين خلاص بدن ما نقلنا السيب نقطع اللعبين شغلها متابعة راح أديني المكان اللي أنا وصلت فيه في السيب في البلاي سيشن فور تكمل منه في جهاز بلاي سيشن فايف وهذه كانت كل الوسائل اللي تقدر تنقل فيها الألعاب هذي إذا عندك موئي أسئلة اكتبوا تحت في الكومنتار وراح نجاوب عليها إن شاء الله في أقرب وقت وأقرب فرصة حبا سأزود حاجة واحدة بالنسبة للهارد ديسك تقدر تستخدم أي هارد ديسك خارجي مهما يكون نوعه سواء بكهرب أو بدون كهرب راح يضبط في كل أحوال لكن شرط أنه يكون أول شي تحطها في جهاز بلاي سيشن فور وتفرمتها عليه وتخزى الععاب الموجودة فيه عن طريق بلاي سيشن فور بعدين تقدر تنقلها إلى جهاز بلاي سيشن فايف وهذا كانت أزبق لكم فيديو إن شاء الله تكونوا سفدتوا وتستمتعتوا كما كنتم في الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة